السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا ومتابعيننا الكرام على اليوتيوب هذا الفيلم الذي أصار ضجة كبيرة في العالم العربي والإسلامي وفي مصر خاصة تناشد مساعد الأمين العام لمجمع البحث الإسلامية وشؤون الوعزات الدكتورة إلهام شهين المعترضين على هذا الفيلم المسير للجدل في الفترة الحالية بأن يتوجهوا باعتراضهم للنائب العام هذا الفيلم الذي تخطى كل حدود الأدب والإحترام فتناشد الدكتورة إلهام شهين وقالت إلهام شهين في منشور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة هذا الفيلم الذي أحدث الضجة بدلا من أن نكتب اسم الفيلم هنا أو هناك أو في أي مكان يساهم في نشره وإشعة الفاحشة يساهم فيه بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد وخلونا نقول للعالم كله المصريين أهم فعلا شتان بين الدكتورة إلهام شهين وبين الفنان إلهام شهين التي خرجت لتدافع عن هذا الفيلم وتتهم المعترضين على هذا الفيلم بالنفاق وبأنه منافقون وأنه رجعية وتخلف وكأننا عندما ندافع عن قيمنا وأخلقنا نتهم بالرجعية والتخلف ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم هذا الفيلم الذي تخطى كل حدود الأدب والإحترام ينشرون السم وينشرون الرزيلة في عقول أبنائنا وبناتنا وكأن هذا واقع في كل البيوت العربية المسلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم أكثر من عشرين لفظ خارج داخل هذا الفيلم لقطات مسيرة للجدل وأربع عائلات يعيشون مع بعض في داخل هذا الفيلم في خيانة ذوجية ومثالية جنسية ورسائل خيانة وغيرها الكثير والكثير نتمنى من الجميع أن يتقدموا كل من يملك أو يقدر على أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الفيديو فليتقدم وقد أوضحت الدكتورة إلهام شهين في فيديو خاص لها عن المعلومات المطلوبة لتقديم بلاغ للنائب العام لمنع هذا الفيلم من العرض هؤلاء الفنانين الذين أغراهم بريق المال حتى تخلوا عن مبادئهم وأخلاقهم نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويهدي شباب وبنات المسلمين جميعا أحد صدجة كبيرة في العالم العربي والإسلامي وكان هذا أصبح واقع في جميع البيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نتمنى من الجميع أن يشاركوا هذا الفيديو وأن يوجهوا هذه الرسالة للعالم كله ولكل مصري يستطيع أن يتقدم ببلاغ ضد هذا الفيلم المسير للجدد ترجمة نانسي قنقر